السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم معي في حلقة أخرى جديدة حلقة اليوم إن شاء الله أريد أن أشارك معكم طريقة صنع هذا المفرش الرائع جدا يمكن أن نستعمله كقاعدة يعني لإبريق الشاي كما يمكن استعماله للتزيين ولعدة أشياء أخرى ويمكن أن نشتغله أيضا بعدة أحجام فقبل أن أدخل للطريقة ومن كل من يرى هذا الفيديو أن يشجعني أكتر كي أعطي أكتر فهذا أيضا يعني يعمل فائدة على الناس أدخل مباشرة للطريقة في هذه الحلقة إن شاء الله سنحتاج دائرة صغيرة هنا عندي تقريبا أربع دورات طريقة الدائرة سأتركها لكم تحت في صندوق الوصف وربما أيضا في أول تعليق فسبق أن شاركتها معكم في عدة حلقات المهم هنا فقط الضروري جدا من فضلكم أن تكون الدائرة الأولى التي استغلتها هنا أن تكون من فئة 12 عمود 12 عمود كما تشاهدون هنا عندي 12 عمود قريبا وفي كل دورة نضيف 12 عمود هنا أيضا 12 عمود إضافية يعني على العدد السابق هنا 12 عمود هذا ضروري من أجل أن نشتغل هذه الغرزة فأدخل مباشرة بالنسبة للإبرة التي سأشتغل بها هي إبرة رقم 2 ميليمتر والخيط هذا يرجع يعني لحسب الدول كل الدول ويعني عندهم خيوط معينة فأنا سأشتغل هنا فقط الخيط المناسب لإبرة لإبرة الكروشي مهم أن يكون بجودة أفضل يعني أن يكون بجودة أفضل فسأشتغل هذا هو الخيط الذي يمكن أشتغل به مناسب لهذه الإبرة كما يمكن أن نشتغل هنا بصوف عادي هنا كما تشاهدون في خيطين رفيعين مناسب للإبرة فأنا سأشتغل بهذا هو تقريبا يعني نفس الحجم هذا الخيط خيط واحد وهنا عندي خيطين رفيعين لكن الحجم تقريبا هو نفسه لذلك سأشتغل بهدين النوعين فأول شيء سأبدأ به وهو هذا اللون سأشتغل هنا أحاول أن أربط أولا الخيط في أي غرزة فقط هنا من فضلكم إذا اشتغلت بالدائرة لا تقطعوا الخيط أنا سبق واشتغلتها يعني عندي هذه الدائرات متوفرة كثيرا لذلك قطعت الخيط فبالنسبة لكم لا تقطعوا الخيط كي تشتغلوا به في الدورة الأخرى فهنا سأربط أولا الخيط هذا الخيط أربط في أي غرزة يمكن بالنسبة لكم إذا لم تقطعوا الخيط فضرورا أن تربطوا هذا الخيط يعني تقريبا في الغرزة التي انتهيتم بها الدورة الأخيرة هنا فأربط الخيط جيدا وأبدأ الاشتغال سأشتغل هنا في نفس الغرزة أشتغل ثلاثة سلاسل مكان العمود الأول ثم أشتغل في الغرزة الموالية هنا هاول أن أقرب العمال قليلا أشتغل في الغرزة الموالية العمود واحد أيضا الغرزة التي تليها أيضا عمود واحد كما تشاهدون ثم أشتغل هنا تمانية سلاسل واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تمانية سلاسل الآن سوف أترق ثلاثة غرز فارغة واحد اثنان ثلاثة فارغة ثم أشتغل في الرابعة مرة أخرى ثلاثة أعمدة العمود الأول هنا ثم في الغرزة الموالية أشتغل العمود الثاني والغرزة التي تليها أشتغل العمود الثالث هكذا أحصل على ثلاثة أعمدة كما تشاهدون طريقة جيد سهلة أتابع بنفس الطريقة أشتغل تمانية سلاسل ثم أترك ثلاثة غرز فارغة وأشتغل في الرابعة عمود الغرزة التي تليها أيضا عمود واحد ثم الغرزة الأخرى عمود واحد أحصل على ثلاثة أعمدة هنا بنفس الطريقة سنشتغل على طول الدورة تماني سلاسل واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثم أشتغل هنا أترك هنا واحد اثنان واحد اثنان ثلاثة غرز فارغة وأشتغل في الرابعة غرزة عمود الغرزة التي تليها أيضا عمود والغرزة الثالثة عمود أيضا نحصل على ثلاثة أعمدة كما تشاهدون سأتابع بنفس الطريقة ثمانية سلاسل ثلاثة أعمدة ونترك دائما ثلاثة غرز فارغة في النهاية هنا سأربط بغرزة منزلقة بقيت لي هنا ثلاثة غرز فارغة لأن اشتغلت هنا اثنى عشر كما أخبرتكم في البداية ضروري أن تشتغلوا هنا اثنى عشر عمود فالمرجو أن تركزوا معي وأن تنتبهوا في الدرس لأنه ضروري أن يكون عندنا هنا اثنى عشر كما أخبرتكم في البداية فهنا سوف نشتغل في السلسلة الثالثة غرزة منزلقة الآن سوف بالنسبة لكم الخيط موجود بالنسبة لي ضروري ربط الخيط من الجديد أبيض المائل للإسفرار فسوف أربط تقريبا في هذه الغرزة أربط الخيط ثم أقلب الغرزة يعني أدخل الغرزة البيضاء في اللون الآخر الغرزة السابقة نجرر حاول أن نجر هذا الخيط جيدا ثم الآن سوف أشتغل أبدأ بثلاثة سلاسل السلسلة الأولى الثانية والثالثة ثم أشتغل في الغرزة الموالية أيضا عمود واحد يعني ثلاثة سلاسل في مكان العمود الأول في العمود الموالي عمود واحد في العمود الثالث سنشتغل عمودين واحد ثم العمود الثاني الآن سأشتغل خمسة سلاسل واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ثم أشتغل هنا عندي ثلاثة غراز سأشتغل في الغرزة الوسطى غرزة حشو ثم أشتغل من جديد خمسة ثلاثة ثم أشتغل فوق هذا العمود هنا أشتغل عمود فوق العمود الذي يلي عمود فوق آخر عمود أشتغل عمودين لأنه ضروري الزيادة هنا لذلك ضروري أن تشتغل عمودين وأشتغل من جديد خمسة سلاسل واحد واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة وأشتغل في الغرزة البسطة هنا غرزة حشوب ثم أشتغل من جديد خمسة سلاسل خمسة سلاسل وفوق هذا العمود أشتغل عمود واحد العمود الذي يليه أشتغل عمود واحد والعمود الأخير أشتغل عمودين فأرجو أن تكون الأمور واضحة الآن فأتابع بنفس الطريقة بنفس هذه الطريقة أشتغل الآن سأشتغل خمسة سلاسل غرزة حشوب في الغرزة الوسطة هنا مرة أخرى خمسة سلاسل وأشتغل فوق العمود عمود واحد العمود الثاني عمود واحد والعمود الثالث عمودين أتابع بهذه الطريقة إلى نهاية الدورة وأعود إليكم في النهاية هنا سنربط بواسطة ورزة منزلقة فوق السلسلة الثالثة التي بدأت بها العمود الأول الآن سأبدل الخيط أو اللون سأبدل اللون أجر هذا الخيط للخلف جيدا ثم أبدأ أشتغل فوق هذا العمود ثلاثة سلاسل مكان العمود الأول الآن فوق العمود المواني أشتغل عمود واحد أيضا العمود الذي يليه عمود واحد وأخر عمود أشتغل دائما عمودين عمود الأول ثم العمود الثاني في نفس الغرزة ثم أشتغل الآن هذه المرة أشتغل تسعة سلاسل واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة ثم الآن أشتغل فوق هذا العمود هنا أشتغل عمود واحد العمود الذي يليه أشتغل أيضا فوقه عمود واحد العمود الآخر عمود واحد والعمود الآخر أشتغل دائما عمودين واحد ثم الثاني تدير ثم العمود الثاني وأشتغل من جديد تسعة سلاسل ودائما أشتغل بتسعة سلاسل هذه المرة لماذا تسعة سلاسل؟ فقط يعني كي نشتغل في الغرزة الوسطى يعني ضروري أن يكون عدد فردي كي نجد الغرزة الوسطى من بعد ستفهمون معنى الكلامي الآن ضروري أن نشتغل تسعة سلاسل ثم أشتغل فوق هذا العمود فوق هذا العمود أشتغل عمود واحد كالعادة هذا العمود أشتغل فوقه أيضا عمود واحد هذا العمود أشتغل فوقه عمود واحد وآخر عمود نشتغل فوقه عمودين عمود الأول ثم العمود الثاني ثم أشتغل من جديد تسعة سلاسل وهكذا يعني سنتابع بنفس الطريقة إلى نهاية الدورة في النهاية هنا سنربط بغرزة منزلقة فوق السلسلة الثالثة هنا التي بدأت بها أول عمود في هذه الدورة كما تشاهدون هذا هو الشكل الآن سنشتغل باللون الأبيض فحاول أن أزيل يعني أو أبدل لون أخرج هذا الخيط من الغرزة السابقة أجر الخيط جيدا للخلف ثم أبدأ أشتغل من جديد فوق هذا العمود أشتغل هنا أعتقدر أولا أدخل إبرة هنا أخرج الخيط هنا الغرزة السابقة ثم أشتغل هنا ثلاثة سلاسل مكان العمود الأول فوق العمود الموالي نشتغل أيضا عمود واحد العمود الذي يلي عمود واحد العمود الرابح عمود واحد ثم العمود الخامس نشتغل دائما يعني العمود الآخر نشتغل دائما عمودين هذا هو الشكل سنشتغل مرة أخرى خمسة سلاسل واحد اتنان ثلاثة أربعة خمسة أين سنربط هذه السلاسل بغرزة حشو؟ سنربط بالضبط في هذه السلاسل هنا فسنحاول هنا عندنا تمانية سلاسل سنحاول أن نربط تقريبا إما في الرابع أو الخامس بغرزة حشو الأفضل أن نشتغل هنا تسعة سلاسل لكن ربما سيكون واسع جدا فلذلك اشتغلت تمانية سلاسل فأشتغل من جديد هنا خمسة سلاسل أعتذر خمسة سلاسل ثم أشتغل فوق هذا العمود هنا عمود واحد العمود الذي يلي عمود واحد العمود الآخر أيضا عمود واحد العمود الرابع عمود واحد وآخر عمود نشتغل دائما عمودين العمود الأول والعمود الثاني كما تشاهدون الشكل يبدأ يظهر قليلا فنشتغل هنا مرة أخرى خمسة سلاسل خمسة ثم أشتغل وسط هذه السلاسل هذه السلاسل هنا أشتغل غرزة حشو ثم أشتغل خمسة سلاسل ثم أشتغل فوق هذا العمود عمود واحد العمود الذي يلي عمود واحد العمود الآخر عمود واحد ثم أخر عمود نشتغل دائما عمودين كما تشاهدون عمود الأول ثم العمود الثاني طريقة أصبحت سهلة جدا ومفهومة فنتابع بنفس الطريقة أشتغل خمسة سلاسل وأربط بغرزة حشو أتابع بنفس الطريقة لنهاية الدورة وأعود إليكم في النهاية هنا سنربط بغرزة منزلقة بعد أن اشتغلت خمسة سلاسل سأربط في السلسلة الثالثة التي بدأت بها العمود الأول في هذه الدورة ثم أقطع الأخيات الآن هذا اللون لا أحتاج بنسبة لكم إذا أردتم المفرش يعني بأكبر حجما فاستمروا بنفس الطريقة ودائما أضيفوا هنا دائما غرزة في كل دورة عمود هنا واحد في كل دورة عمود 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 في كل دورة هكذا سنحصل على وزع أكبر للمفرش بنسبة لي يكفي هذا القدر سأشتغل دورة أخرى باللون آخر ويكفيني هذا يعني كقاعدة أو إكسسوار للمطبخ فأشتغل بهذا اللون بعد أن قطعت الخيط الآخر الآن سنحاول أن نشتغل على هذا الخيط هنا بالنسبة لبقايا الخيط الأخرى أزيلها في النهاية أحاول الآن سأشتغل تقريبا يعني بغرزة الحشو سأبدأ ابتداء من هذا العمود أول عمود هنا أدخل الإبرة أولا ألف الخيط حول الإبرة ثم أدخل الإبرة هنا أخرج الخيط ثم ألف أخرج من غرزتين هكذا أشتغل يعني غرزة حشو في نفس الغرزة نشتغل مرة أخرى غرزة حشو الغرزة التي تليها أكوان نشتغل أيضا غرزتين حشو يعني إثنان الغرزة الأخرى أيضا غرزتين من غرز الحشو الغرزة الأخرى أيضا غرزة حشو أولى وتانية سنتابع بهذه الطريقة هنا أيضا غرزة حشو أولى غرزة حشو تانية ثم آخر غرزة نشتغل أيضا غرزتي حشو فوقها ثم أحاول أن أخطى هذا الخيط لا أحتاج يعني أن أغطيه أكتر يكفيه هكذا أغطى على الحد ثم سأشتغل الآن ثلاثة ثلاثة واحد اثنان ثلاثة وأذهب هنا أشتغل ثلاثة ليس في السلاسل فقط هكذا أشتغل غرزة الحشو الأولى غرزة الحشو التانية ثم غرزة الحشو التالية ثم أشتغل ثلاثة سلاسل من جديد وفوق هذا العمود هنا أشتغل غرزة حشو أولى غرزة حشو تانية ثم العمود التاني أيضا بنفس الطريقة أشتغل غرزة الحشو الأولى ثم غرزة الحشو التانية الغرزة التي تليها أيضا غرزة حشو أولى ثم غرزة حشو تانية الغرزة الأخرى أيضا غرزة حشو أولى وغرزة حشو تانية الغرزة التي تلي أيضا غرزة حشو أولى وغرزة حشو تانية وتابع بنفس الطريقة إلى آخر أعمود ثم أشتغل الآن ثلاثة سلاسل مثل هنا ثلاثة سلاسل أو سلسلتين ثم أشتغل هنا ثلاثة غرز حشو الغرزة الأولى الغرزة الثانية ثم الغرزة الثالثة من جديد نبدأ ثلاثة سلاسل أنا أحاول أن أضيق الغرز السلاسل هنا أحاول أن أضيقها قليلا وأشتغل هنا فوق هذا العمود غرزة حشو أولى ثم غرزة حشو تانية العمود الذي يلي أيضا غرزة حشو أولى ثم ثانية وهكذا نتابع بنفس الطريقة نحترم كل جهة وطريقة الاشتغال فيها فأتابع بنفس الطريقة إلى النهاية وأعود إليكم في النهاية هنا سنربط بواسطة غرزة منسلقة فوق غرزة الحشو الأولى التي اشتغلناه في أول الدورة فسأربط الآن خيط ثم أقطع الخيط نهائيا وأزيل بقايا الخيوط وأعود إليكم وفي النهاية نحصل على هذا الشكل الرائع جدا كما تشاهدون مفرش غاية في السهولة وشكله رائع جدا فأنا سوف أستغل هذه المفارش سأستعملها كقواعد لإبريق الشيء أو البرات بالنسبة لكم يمكن تشتغلوها بأحجام أخرى مختلفة إذا أردتم أن تستعملوها كمفارش للسحون أو للتزيين أو كوسائد وأشياء أخرى كثيرة جدا فأسأل الله تعالى أن تكون حلقة اليوم مفيدة لكم شرح واضح وصورة واضحة ونلتقي بحول الله مع حلقة أخرى إن شاء الله سأشارك معكم ماسكة إبريق الشاي بهذه الغرزة ونلتقي بحول الله في حلقة أخرى مقبلة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة